في هذا اليوم المبارك تهدي قبيلة العبري أسمى آيات التهاني والتبركات إلى صاحب السمو والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظها الله ورعاه بمناسبة العام 51 على تأسيس الاتحاد وبهذا المناسبة الكريمة قبيلة العبري تجدد الوفاء والولاء والعهد لصاحب السمو ورئيس الدولة وإن شاء الله نحن على العهد باقين وندعو له بالسداد والتوفيق والبطانة الصالحة وإن شاء الله دوم متواجدين ومحتفلين ومنومسين ومتنومسين في هذه المناسبات الكريمة ودوم على قلب واحد وكلمة رجل واحد اللي هي كلمة سيدي صاحب السمو ورئيس الدولة وبهذا المناسبة الكريمة عندنا قصيدة بسيطة بيلقيها عليكم أخونا السلطان بن سهيل العبري تمثل جزء بسيط لرد الجميل لسيدي صاحب السمو ورئيس الدولة ولشعب الإمارات من قبيلة العبري فيتفضل أخونا السلطان عيد اتحادك في المدى شمس الأيام صوب الحضارة في الوطن مد ضيه يختال مقبل في تباشير الأحلام والمجد إيده من علومه مليه غرد بصوته على الوطن طير حوام ردد غناوي باللحون الشجية الدار زانت ولبست ثوب هندام والسبع شلت غنوة النوم سية دار العروبة نهجها دين الإسلام نهج السماحة والوفاة والحمية الدار مبنية على عز الكرام والنفوس تشمخ بالمعاني أبيه في ظل قايد قادها بعزم قدام صوب المعالي والشموخ العلية بالعزم بخالد لعيونها قام المجد همه والوطن والرعية وعنده براشد وقف دوم مقدام من زايد وراشد أخذها الوصية ما يكسر الهامه سوى فرقة اخصام والدار بالوحدة لها مقدرية وحكام باقي السبع صاغوا لكنغام يا ديرة النسمة هواها عذية في ظل هذا الجهد من خير حكام صارت إمارات الوفاة عالمية ترجمة نانسي قنقر